اشتركوا في القناة ياريت ياريت الدولة والمسؤولين بجد وزير النقل يهتموا بمشكلة المرور مشكلة الاطراط اللي احنا بنشوفه في الارياف بتبعباره عن قلب السردين ياريت وزير النقل اللي بدل ما يقعد في التكييف بتاعه ينزل يشوف مشاكل المرور مشاكل الاطراط مشاكل الطرق حوادث الطرق اللي بتحصل برضو الطرق غير مفاش انارة مفاش كهربا اي واحد بيروح على طريق صحراوي او زراعي بالليل معرض للموت هو شيء غريب جدا في حكاية اضاءات الطرق الصحراوي والزراعي والاضاءة اساسا في الطريق في الطرق بتاعة مصر كلها مش فيها بليه بتضلم بالليل يعني بتبقى منورة الصبح ومضلمة بالليل منورة العمدة فيه شيء ومعناه انه مفيش متابعة احنا ما بنتابعش حاجة مفيش حد بيتابع وحكاية برضو انه مظاهر الامن يا سيدي انا مش عايز مظاهر امن انا عايز لما تحصل حاجة الامن طالع ليه انه مش مش موجوده وهو ده اللي علامة ان الدنيا زي الفل والطرق ضلمة فعلا الطرق ضلمة ليه مفيش رقابة دائمة ومستقاعة ليه اقولك ليه لانه يا سيدي يا الفاضل الحتة دي تبع الطرق الكباري الحتة دي تبع المحليات الحتة دي تبع وزارة الاسكان الحتة دي وخلا فضعت الحتة اللي تعرف تعدد المسئوليات على المكان الواحد كارسي كارسي وخلا طرق الكباري يلا انت بقى شوف انت اخير انا اتروح فيه مثالي اعمى مشكلة المرور يا رجل ده دراسة قد كده وتقعد فيها اجتماعات لما ايه دكتور اسامة عقيل استاذ النقل والمرور في جامعة عن شمس وتقدمت الحلول بما فيها نعمل ايه ونركب ايه والدنيا ايه وتجارب العلم ايه ونبدأ ايه ونجيب شركة ايه ونتفق ايه طب فيش الراجل ليه لانه موظفين وكسالة وعدم رغبة في اي حاجة وبعدين عشان شركة لازم تنشأ فالاستثمار يخش نصلي يقولك اصلا هي اتبع اتبع مين خلاص الحل الوحيد اللي يعمله الرئيس السيسي انه يعمل جهاز اداري موازي والله جهاز اداري موازي يعني خليكم في اللي انتم فيه ده ويبقى المكتب ده اللي فيه 15 وقت ده لا يقلص الموضوع اي حاجة يا كلص طلع قانون هو ده لا يقلص وانتم عدوا بقى تسلوا اعملوا كنات متقطعة افتحوا فيسبوك دردشوا وخلينا بقى نماشي البلد لان بالطريقة بتاعة الجهاز الايداني ده شيء اهو خليني ابعت رسالة اشتركوا في القناة